كابتن محمود الخطيب قرر تفويض كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة والمشرف على قطاع كرة القدم أو المدير الكرة لحضور اجتماع اتحاد الكرة يوم الحد اتحاد الكرة داعي للجلسة يوم الأحد لمندوب الأندية كلهم الأندية الدورة الممتاز الثمنتاشر لاجتماع بمقر الاتحاد بل جبلية للنظر في بطولة كاس مصر هتلعب بتتلعب ولا لا هتتلعب بأنهي قوائم موعدها تبقى ازاي كل ما يخص مسابقة الكاس مطروحة على مئدة اجتماع اتحاد الكرة يوم الحد ان شاء الله وايضا النظر في ترتيبات الموسم الجديد كابتن خطيب فوض كابتن سيد للحضور وطلب منه بحث الامر من كل نواحي بحيث ان انت لما بتقعد على الترابيزة انت عندك وجهة نظر النادي الاهلي بالتحديد هي ايه في كل ما يطرح على مئدة الاجتماع الحقيقة سيد عبد الحفيز ما يتعرض لضغوط فضيعة جدا شأن شأن كل عناصر الإدارة والمنظومة في النادي الاهلي ما فيش يوم ما فيش شائع عن سيد عبد الحفيز يوم المقصود منها ايه هزة ثقة والاخبطة الكابتن السيد بس على مين اللي واضح انه هو لا اقوى من هذا بكتير لكن كمان العبت في العلاقة بينه وبين فرقته لان برده تم تقولي مدير الكرة هيقعد مدير الكرة هيمشي مدير الكرة مش عارف ايه مطلوب للتحقيق مطلوب للايه طب وانت بتتكلم على اشعاعات مدير الكرة حيمشي ورئيس النادي كابتن الخطيب بيفوضه انا ليه بعلق على هذا هو محل ثقة مطلقة طبعا وراجل بيقدي وخلي بالك اي عنصر لا بص بقى يا شباب اي عنصر النهاردة هتطلع عليه اشعاعات او حيهاجم او هتقال عليه كلام اعرف ان ده عنصر قوي يجب التخلص منه بالنسبة للمنافس المنافسين اقول لي مش عجبهم تفاوخ النادي الاهل بكرة الاهل بيختتم الدور الممتاز بكل ما فيه من تفاصيل حضراتكو حفظتوها لا طلاطة لكن بكرة المباراة الختمية للاهل مع اسوان مستر بيتسو موسماني اختار القيمة اللي داخل بيها المباراة فيها 21 لعب بتضم محمود وحيد واحمد رمضان بيكهم ومحمود متولي ورامي ربيع وياسر ابراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بنون وقاليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم ندفد وأكرم توفيق وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شبير وحمزة علاء وأحمد توفيق وأحمد طرق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوك هنا يتلاحظ أكرم توفيق أكرم توفيق وأحمد طرق سليمان أكرم توفيق وأحمد طرق سليمان أحمد طرق سليمان حارس مرمى وعد جدا وهو ابن كابتن طارق سليمان حارس ومدرب حراس الأهل السابق ملاحظاً فيه عدد لبأس به من الناشئين فيه مصطفى شبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان الثلاث حراس إذن مفيش الشناوي ومفيش علي لطفي فيه فرصة للثلاث حراس الشباب شبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان فيه كمان محمد محمود بعد التعفيه وبعد تنفيذه برنامج تأهيل كامل مع الفريق وخوضه تدريبات كتيرة هو وكريم ندفد الاثنين موجودين أحمد نبيل كوكا أيضاً من العناصر الصعيدة وبقية العناصر زي ما شفت محتفظ ببقية القوى الضربة يمكن بخلاف مركز حراسة المرمى باشوانس شوف هو دلوقتي مسماني والنادي الأهل بين نارين إنك تلعب للرمق الأخير أي لأن الأيام القادمة ستكون كشفة لموضوع ما هو أنت مطلوب منك إنك تخسر النقاط دي واحد يجي يقول لك إيه الله يعني هو الناس حتتحم عليك ما أنت خلاص بمجرد ما خسرت نقطتين لإسماعيل وإزا مالك بيكسب ما الدوري راح لا الأيام القادمة مطلوب إنك تخسر أكتر من 6 نقاط أكثر من 6 نقاط ده المعنى في بطن الشاعر أتصور أنها هتكون كشفة ننتظر عموما بكرة الأهلي بيلعب الأصوان في التاسع والزمالك بيلعب البنج يعني بصها أصدر بريم عشان يضيقها بقى من باب الإحتيار يعني خلينا نسميها إيه من باب الإحتيار إذ ربما إذ ربما فأنت خلينا بصف صيد يعني خلي الفرق يستحق طيب يوم السابق هيختتم الدوري الممتاز 2021 سموحة يلعب مع المقاصة ويرمز مع غزل المحلة والمقلين مع الاتحاد الانتاج مع وادي دجلا الاتنين هبطوا وإنبي مع الجونة أنتوا عارفين أنه هبط رسميا أصوان والانتاج الحربي ووادي دجلا ساعد طبعا زي ما كلكم تابعتوا فارقوا كوكا كولا والشرقية للدخان شكرا